قراءة في أبرز ما جاء في الصحافة والإعلام الإسرائيلي مع الزميل وائل عواد إليك وائل مع التحية أهلا بك العزيز الأستاذ أحمد والمشاهدين نسمع الآن عن مجزرة جديدة في جباليا رفض الناس الخروج من بيوتهم فقتلوهم كل الوقت الإعلام الإسرائيلية تحدث عن إنسانية عند الجيش أنه يكنع الناس أن يخرجوا من بيوتهم كي لا يتعرضوا للخطر عندما يتم القضاء على من تبقى من حماس داخل جباليا أو داخل الشمال بالمجمل والآن نرى قلقا عليهم كي يخرجوا من بيوتهم حسب ما يحاولون الإقناع منذ أسبوعين تقريبا وأكثر يقتلونهم شيء عجيب اليوم تنتهي جولة الأعياد اليهودية لم يكن عيدا هادئا مئات الصواريخ من حزب الله عدد من الطائرات المسيرة بعض الصواريخ وصلت إلى منطقة المركز تلعبيب لم يكن عيدا هادئا فلا القصف على بيروت توقف أيضا من جهة إسرائيل ولا القصف على غزة توقف الدخول الأرضي طبعا على الجنوب لم يتوقف شهدت جباليا كما نرى حتى هذه الدقائب وتشهد أصعب أيام التهجير للناس تحت تهديد السلاح الأطفال النساء والشباب وكبار السن وكل ما نرى تنفيذا لخطة ما يسمى الجنرالات وفوق هذا كله تهديد لا يتوقف على إيران وعيد بأن الضربة ستكون ضربة غريبة قل مثيلها في قناة 24 قالوا ضربة لم تشهد لها الدول مثيل في الفترة الأخيرة ويبررون ذلك يقولون نحو 180 صاروخ باليستي بالرد الإيراني الأخير بأن هذا أكبر هجوم على دولة في المنطقة ولولا مقلاع دهود والكبة الحديدية والأصدقاء المنتشرين في سفنهم بالبحر وغيرهم لكانت الورطة أكبر بكثير العمر الثاني الطائرة المسيرة التي وصلت شمباك غرفة نوم نتنياهو الذي اعتبرها محاولة اغتيال له شخصيا وزوجته يعني وكأنه يقول بأن حزب الله هو يقول إيران لكي يبرر الضربة على إيران ولكن وكأنه يقول من أطلق المسيرة توقع أن تخترق الزجاج في بيته وتستكر على سرير إنهم هو وإنهو زوجته ويكون نائمان فتغتالهما إذن غدا ينتهي العيد تجهزوا على الأغلب لنهاية أسبوع كثيرة الأحداث تضج وبعد الرد الإسرائيلي يقولون بأنه سيكون الضرب على إيران موجع وموجع جدا إذن وكأننا في مسلسل لا ينتهي واقع أليم قبل أن نبدأ بتفاصيل اليوم الناطق بسم جيش الاحتلال شمعون هكاري أعلن قبل لو في ساعة متأخرة من اليوم عن أربع قتلى جنود إسرائيليين في جنوب لبنان بالإضافة إلى عدد من المصابين تنتهي على تفاصيل ما حدث في الفيديو الرابع الآن أنتقل للفيديو الأول في قناة ناشي اليوم يعرضون مظاهرات جديدة عمليا في تل أبيب لأهالي المحتجزين ومن يعملون في قضيتهم من ما زالوا مهتمين في قضيتهم عاملين عرض حوالي النفورة تصيب أعين ومكبلين الأيدي طبعا هذه المظاهرة ليست ضد حماس إنما هي ضد ولتحفيز القيادة الإسرائيلية نتنياهو الذي لم تنجح هذه المظاهرات حتى الآن بأن تدفعوا لصفقة بعد ولكن طبعا دائما في المجتمع من يقول لا يجب أن نياز قلت أمس الليلة الأخيرة من ناحية التكويم العبري أمس هو الموازي للسابع من أكتوبر لذلك أيضا يحاولون تحريك الموضوع من جديد ومرة أخرى دعوة أهالي المحتجزين إلى الاستيديوهات سألوا إحدى أمهات المحتجزين قالوا أن نتنياهو يحاول تحريك الوضع قالوا لها هل أنت متفائلة قالت علينا أن ننتظر لا أستطيع أن أتفاعل وأحبط أتفاعل وأحبط مرة ومرة بما معنى وكأنها تقول بأن لا يوجد ثقة لأهالي المحتجزين الإسرائيليين بالحكومة الموجودة وقالت كان يكون نتنياهو السنوار يعيق الصفقة الآن لا يوجد سنوار كانوا يقولون نريد الضغط العسكري أن يزداد أكثر وأكثر الجيش في كل مكان بما معناه انتهت الحجج عند نتنياهو ولا يجوز أن نقف كل مرة عرايها نفكر ونفكر كيف يمكن أن نكسب أكثر ما الذي يمكن أن يحرك الموضوع أكثر وقالت بأن هناك ذكرت بأن هناك ست محتجزين إسرائيليين كانوا قد في قطاع غزة ويقال اليوم بأنه حوالي خمس وخمسين محتجز من المية واحد على قيد الحياة يجب أن تسارع إسرائيل أو الحكومة لإطلاق صراحهم بالإضافة للذين فقدوا حياته الخبر الثاني اللي اهتم فيه اليوم بأنه الوفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنيع سيغادر للدوحة لبحث طبل تحريك المفاوضات تحريك يعني في اقتراحات إسرائيلية ليس لها علاقة أو لا تشبه كثيرا للدقام الاقتراحات التي كانت قبل اغتيال السنوار إذن بعد كل المسلسل الطويل المتعب المحبط نتنياهو يأتي اليوم بالمزيد من الاقتراحات وكأننا نبدأ من جديد عائلات الأسرة الإسرائيليين طالبوا نتنياهو بمنح الفريق المفاوض تفويض كامل لإطلاق صراح المية واحد محتجز دغري وقالوا له ذكروا أيضا بالستة الذين قتلوا كانت 13 قالوا ثم تقتراح أن تكون هدنة معقتة إطلاق صراح بعض المحتجزين وبعدها تبدأ المفاوضات الكبيرة في نفس القناة أيضا أكدوا بأن قيادة حماس في الدوحة قالت بأنها أعادت التواصل مع قيادات لحركة حماس داخل غزة بعد ما تم قتل يحيى السنوار في قناة 24 سأل أحد المحللين ماذا لدينا أن نعطي حماس؟ يعني لا نريد أن نوقف الحرب ونريد أن نقضي على الأخير فيهم ولا نريد إطلاق صراح أسرى قدر ما يقولون ولا نريد أن نخرج من فلاديلفيا ونريد أن نهجر تكان الشمال ونقوم بذلك كل الوقت كيف يمكن أن نغري حماس؟ ما الذي يمكن أن يدفع حماس أن يكون حسنا مقابل هذا العمر سأطلق صراح أسرى قالوا هذه فلسة التأمين الوحيدة التي تبقت في حركة حماس يعني في هذا النقاش لا يبدو بأن هناك من عاد ويجرؤ أن يتفائل بأن المفاوضات القادمة قد تفضي لنتيجة على الأقل ترضي أهل المحتجزين ونتنياهو أعتقد بأنه تعود وباعتقاده أكثر ما يمكن أن يحدث قد حدث بإمكانه أن يعيش مع الضغط المتبقي الفيديو الثاني في فيديو جديد قال الرئيس أكام الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي كان في جباليا اليوم تجول وقال جباليا تسقط هيك قال القتل التهجير يعني لا يوجد أي إشارة فيما قالوا بأن الحديث عن مدنيين عن أطفال عن نساء كل ما رأيتم ولخصوا جباليا تسقط خروج الناس خروج الناس العائلات من جباليا لخصوا جباليا تسقط مع أنه جيشه هو هو منذ أسابيع كثيرة قال قضينا على اللواء الأخير في حماس ندنياهو قال قبل أكثر من نصف عام تبكت خطوة وبعدها قال تبكت خطوة صغيرة اليوم يقولون جباليا تسقط اليوم يعني دون أن يشير بأن هذه ثالث مرة يدخل فيها جيش الاحتلال لجباليا عرايه عن الشمال وهن بقصد شمال يعني الحرب مع حزب الله بقول هناك مع حزب الله احتمال الوصول إلى نهاية حادة حاسمة لقد أنهينا اغتلنا التسلسل القيادي لحزب الله بطريقة شاملة وقال لم يكن زعيم حركة حماس بالخطة أن يتم اغتياله الآن ولكن بنفس الوقت عرايه لم يكن اغتيال عرضي هو نتيج نتاج طريقة عمل وضغط في رفح يعني كان في نقاش أيضا في إسرائيل سابقا بأن الإعلام الإسرائيلي تحدث كل الوقت بأن اغتيال السنوار عرضي لم يتوقعوا فبالتالي ليس إنجازا تاما بين كسين للجيش والمخابرات هو يقول صحيح لم يكن بالخطة ولكن لم يكن عرضي نتاج عمل معين يحاول أن يرمم ما قيل حينها وضع سيء جدا أنتقل للفيديو الثالث محللة في قناة ناشي اليوم ضيفة عمليا قالت بأن العالم يرى الصور في جباليا تبدو منطقية في كلمها بتقول نحن من طرفنا هناك نجاح عسكري في جباليا كإسرائيليين ولكن من نسبة للعالم الصور قاسية جدا هذا يزيد وضع إسرائيل الصعب العالم ينظر وهناك ناقد كبير على خطة الجنرالات عرائي بغض النظر نطبكها أو لا نطبكها العالم يسأل محل الآخر تحدث بأن العالم عاد ليتحرك ضد إسرائيل بعض الدول بدأت بمنع الأسلحة الأمم المتحدة أحد الضيوف قال لكي يونه النقاش عرائي وسكرتير الأمم المتحدة الآن في روسيا يعانق مجرمي حرب شوفوا مين بيحكي وبقول بأنه كريم خان رئيس المحكمة التابعة الأمم المتحدة يلاحق نتنياهو وقلن كي لا يتهم بجرائم جنسية يعني ألخص كل تحرك العالم كل تحرك العالم بأنه منافق وقال الأمم المتحدة لم تعد مهمة أصلا ليس لها معنى بالوجود كل النقاش الذي بدأت فيها المحل لجاء محل الآخر ليتهم بأنه ضحية إسرائيل ضحية العالم ضحية نتنياهو جالنت وضحية وهذا هو الوضع الموجود والكل يكره ما يحدث لأسباب شخصية أو لأنه أصلا الطرف الآخر غير مهم هكذا ينهوني النقاش هكذا يقنعون أنفسهم وشعبهم وحتى إن أتى رأي في الاستيديو غير هذا الرأي رأينا يتم إسكاته سريعا الفيديو الذي يلي ضربت إيران متى ستضرب إيران أي الأماكن ستختار في إيران أي الشخصيات ستضرب في إيران إن صدقت التحليلات من بين الأهداف قد تكون شخصيات متعلقة برموز النظام الإيراني رأينا أمس قناة 14 حرضت حتى على خامنائي على نجل خامنائي هذا ما زالوا يناقشون منذ حوالي شهر في الإعلام الإسرائيلي اليوم في قناة 12 قالوا بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية ترى بأن الضربة ستكون قبل الانتخابات الأمريكية سابقا خلال الساعات الأمس كان هناك إشاعة في بعض الإعلام الأجنبي بأن هناك تأخير في الضربة الإسرائيلية ضد إيران لأن بعض المعلومات تسربت من الأولاد المتحدة اليوم يقولون بأن هذا الخبر كله لا يوجد له أي مصداقية الخطة جاهزة أجر تدريبات وكل شيء كما ينبغي وستكون كما قال جالنت أمس وقبل أيام ضربة غريبة جديدة حب أن يوصفها بأنها مبدعة إذن كل التحليلات تقول اقتربت ضربة إيران الموضوع أيام أيام فقط قبل الانتخابات الأمريكية الانتخابات الأمريكية بعد 11 يوم الآن ألم نقول أن بلينكين في قطر وأن الحديث أن هناك تجليد للصفقة هناك من يرى في إسرائيل من المحلين بأن حماس لن تسلم ردها في موضوع الصفقة إلا بعد الضربة الإيرانية أو إسرائيل لإيران على فكرة كلنا حينها سنتنتظر ضرب إيران لإسرائيل هذا المسلسل طويل المتعب قد يؤثر على ما يسمى بالمساعي الجديدة للصفقة الفيديو الخامس والأخير كلنا في ساعة متأخرة من اليوم أعلنوا عن أربع جنود قتلى إسرائيليين في جنوب لبنان بالإضافة إلى صعبة آخرين بعضهم إصابتوا خطيرة التفاصيل اللي بثها الإعلام العبري اليوم بأنها لم تكن مواجهة وجها لوجه من مسافة سفر إنما اقترب الجنود الإسرائيليين حسب الرواية الإسرائيلية خرج مقاتلي من حزب الله من داخل الأنفاق ورموا كنابل عليهم فقتلوا الأربع وأصابوا البقية القتلى كلهم الأربعة من قوات الاحتياط طبعا واضح ممنوع النشر في إسرائيل اسم أي قتيل أو حتى أي تفاصيل دون مصادقة الناتق الرسمي باسم الجيش تقرير لكناة 13 تحدث عن مواجهات عنيفة جدا مع حزب الله والعثور على أسلحة وعلى أنفاق وعلى أنفاق مجهزة وهذا أيضا ما عرضوا هجاري في المؤتمر الصحف اليوم وعرضوا الصور من الأنفاق تحدثوا أيضا عن المائة كذيفة التي كانت اليوم كذيف أخرى خلال الأسبوع بالإضافة إلى الجنود القتلى الأربع ويتحدثون عن نجاح عملياتي تجاه مواطنين عزل في الشمال بيحكوا عن حوالي 20 ألف مواطن تركوا الشمال كانوا يحكوا عن 300 ألف في الشمال قبل قليل نتحدث عن أكثر من 150 شاهد انتهت الفيديوهات لا تعتادوا المشهد لا تعتادوا أن هناك مجزرة نقول مجزرة كباقي المجازر كما سبقها أولئك ناس بشر عيون عائلات قصص وأحلام خطط حياة حب كان في قلوبهم كل ذلك انتهى هناك من بقي حيا وحيدا في عائلته هناك ألم لا يتوقف سمعتم؟ كل الوقت يقولون اخرجوا لتحافظوا على حياتكم ومن لا يخرج سنقتلوا كل التناقضات التي في العالم نراها في التصريحات والتصرفات من الخيانة أن نعتاد رؤية مشهد مقتل الأطفال والنساء والعائلات ورغم كل ما يحدث وقسوة ما نرى تذكروا دائما لكل ليل آخر مهما بدأ من غير آخر أراكم على أخبار أفضل بإذن الله إلى اللقاء